اشتركوا في القناة بساحة الاستقبال بشرطة شفو عمر من خلف مئات المتظاهرين من مدينة طمرة غاضبون جدا غاضبون لدرجة كبيرة اخي بلال زميل بلال يعني هتفات هنا ونقاشات وجدلات ويعني هتفات باللغة العربية والعبرية والى جانبه يتواجد رئيس بلدية طمرة دكتور سهيل ذياب الذي يشارك هذه المظاهرة دكتور سهيل ذياب مظاهرة كبيرة انطلقت هنا من اهالي طمرة يعني غضب شديد وانت كنت شاهدا على ما يجري هنا يعني ما هي الرسالة التي تحملونها امام شرطة شفو عمر بهذه المظاهرة بسم الله الرحمن الرحيم رسالتنا اولا لرئيس الحكومي بن يمين نتنياهو ولوزير الامن الداخلي ولشرطة اسرائيل وبعد ذلك لشرطة شفو عمر اهن الاوان ان تقوموا بعملكم على اتم وجه طلبنا دائما بنزع السلاح من وسطنا العربية عامة وطمرة خاصة وان الاوان ان ينزع السلاح المرخص والغير المرخص الوسط العربي ينزف دمان والمسؤول الاول ايضا علينا مسؤولية ولكن مسؤولية هاي الحكومة العنصرية اللي حرضة ضد وسطنا العربي واليوم تترك الاجرام يستشري في وسطنا العربي نقول بصوت عالي لا للقتل لا لسفك الدماء نحن نريد شرطة قوية للدفاع عن المواطنين العرب عامة والطمرويين خاصة يعني انت تتحدث يعني ودم سالة بمدينة طمرة قبل اقل من ساعات يعني وعمليات اطلاق نار كثيرة ليس في طمرة بل بوسط العربي وبقى وبقى ما هي رسلتك لرؤساء السلطات المحلية انت تشارك اليوم كرئيس السلطة المحلية هنا وحيدة هل يجب ان يكون تعاون بينكم تجاه ما يجري بحالة الطوارئ التي يشهدها المجتمع العربي يجب ان يكون تعاون بين رؤساء السلطات المحلية العربية جميعا لانه الاجرام رح يصل لكل قرية وكل مدينة عربية ولجنة المتابعة وكل اللجان الشعبية ان نعمل معا ونقوم بمظاهرة وحجد مئات الالاف للوصول الى المتائرسي والى المؤسسات الحكومية في القدس تظاهرة حاشدة لنقول لهم كفى لسفك الدماء في وساطنا العربي الدم العربي ليس برخيص اجمعوا السلاح المرخص وغير المرخص شكرا لك دكتور سهيل اذياب زميلي بلال هل يتواجهت الى جانب كذلك متظاهرين يحملون صورا لضحايا فقدت بالمجتمع العربي يعني من غسان ووسام وغيرهم يعني اشير بان هناك كذلك متظاهرين يعني حاولوا وتناقشوا مع عضاء الكنيسة العرب المتوجدون هنا اننا نريد منكم يعني فتحالة خليك معنا انا سعود اليك يعني اخر ديئتين ثلاث اذا في امكاني بالنسبة الاجواء الموجودة هناك اذا في امكاني ايضا اعضاء كنيسة عرب او حتى لجنة المتابعة اذا في امكاني نحكي معاهن سعود اليك اتقل ثانية الى شفا عمر اذا مظاهرة لأهال من تمر احتجاجا على القتل الجريمة الجريمة التي تعصف في البلدات العربية وتؤرق المواطنين العرب يتواجد هناك ثانية مراسل القناة الفضائية لفتحالة امريح فتحالة مساء الخير ثانية هل من جديد فتحالة مساء مساء النور زميل بلال المظاهرة الان تنتهي يعني المتظاهرين بدأوا بالعودة الى البيت كانت مظاهرة جدا يعني اكثر من خمسمائة شخص هنا تواجدوا هنا امام الشرطة هتفوا الى جانبي تتواجد المربية ومعلمة المدرسة والناشطة النسائية طروب ابرومي طروب ابرومي يعني شاركت بهذه المظاهرة وليست اقول المظاهرة التي تشاركين بها يعني ما هي لماذا اتيت الى هنا اليوم جيت عشان احكي واقول انه احنا تعبنا تعبنا من الوضع اللي احنا موجودين ويب فيو وسامي اليوم انطخ بكرة عمين الدور احنا تعبنا طمرة وضعها بخوف اسلاح موجود بكميات كبيرة بطمرة والشرطة مش عم تعمل اشي والشرطة بتعرف كثير شغلات بطمرة وبتعملش اشي احنا تعبنا من هذا الوضع واحنا بطلنا نخذر نسكت طمرة بتقول بكاف بكاف لهذا الوضع يعني انت يعني ذهبت الى المدرسة اليوم صدفت الطلاب يعني هل تحدثتوا عن هذا الموضوع طبعا كان عنا الحصة الاولى وحصة الثانية اليوم حكينا مع الولاد عن الموضوع واتفجأت انه الولاد عندهم غضب وعندهم خوف وعندهم شغلات اللي مكبوطة اللي خوف لقدام احنا خايفين على اولادنا انا مثلا بحكي كام بخاف على ابني يطلع على الشارع لانه ممكن يتعرض لأي رصاصة طايشة فعشان هيك البوليس لازم يعمل مجهوده يفوت على طمرة ويغير الوضع الموجود او اذا فيش يطلع وإحنا منغير احنا منجيب شركة وإحنا منغير اذا البوليس بيقدرش يعمل الوظيفة احنا بدنا نعمل شكرا شكرا جزيلا بلال الى هنا يعني تنتهي هذا المظاهرة كانت مظاهرة جدا غاضبة والمايكروفون لك الان نعم فتحلم رياح مراسل قنال فضائيا شكرا جزيلا لك